توجيهات سعودية بإيداع ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني لوقف انهيار العملة المحلية التي وصلت لأكثر من خمسمائة وعشرين ريالاً مقابل الدولار الوديعة السعودية في حال وصولها ستكون هي الثانية منذ الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي في أواخر عام 2014 ليصبح مجموع ما تم تقديمه وديعة للبنك المركزي اليمني ثلاثة مليارات دولار أمريكي خطوة بحسب الكثير من المراقبين يجب أن تتبعها عدة خطوات وإجراءات أساسية لوقف الانهيار الحاصل نتيجة عدم الموارد وسيطرة ميليشيا الحوثي على مخزون البلاد من العملة الصعبة واستمرار استخدام ميناء الحديدة كبوابة لتحقيق المكاسب المالية للميليشيا تفعيل البنك المركزي الذي تم نقله إلى عدن أواخر عام 2016 وتغيير قياداته وإلزامها بالعمل من داخل عدن بدلا من استمرار تواجدها في العاصمة الأردنية ما تسبب بالانهيار المتوالي للعملة الاكتفاء بالوديعة لن يوقف انهيار العملة على الأمد الطويل بل يتوجب استعادة الحكومة للسيطرة على الموانئ والمطارات والتحكم بعملية الاستيراد والتصدير بدلا من ترك العملية تحت سيطرة ميليشيا الحوثي والتحالف تحتاج الخزينة العامة للدولة للأموال التي قد توفرها عملية إعادة تصدير النفط والغاز وهي الخطة التي كانت الحكومة قد أعلنت عنها مطلع عام 2016 قبل أن تتوقف بسبب ممانعة الجانب الإماراتي على تلك الخطوات وسيطرته على ميناء بالحاف وبقية الموانئ الخاصة بالتصدير بامتداد ساحل بحر العرب في شبوى وحضر موت تحديات كبيرة تتطلب إجراء تغييرات جذرية في طريقة عمل الحكومة وأدائها وتحديد الاقتصاد وتنمية الموارد كأولوية في سلم اهتماماتها ووقف العبث والفساد والتحلي بالشفافية والوضوح سلسلة من الخطوات إذا لم يتم القيام بها فلن يحدث أي تغير وستذهب الوديعة وكل الجهود لاحتواء الانهيار الاقتصادي أدراج الرياح فهل ستنجح الحكومة اليمنية أمام هذا التحدي أم أنها سترفع الراية البيضاء قريبا؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر